جاي من النرويج مع أسرته. وجاي حضر التمرين وعماله يقول الكاس يا أهلي. وبعد كده حتلاحظ ان الكابت الخطيب بص. بص هو حتى بيغني. الكابت الخطيب هو في التمرين لفت نظره. فرح له. قال له أنا عايز أحضر له المباراة. خلى الكابت السابير عدي بعد التمرين راح جاب له تذكارة. طبيعي. مع أسرته. طبيعي. بص بص. أنا عايز أحضر المباراة. بص. جاي من النرويج. يعني أنا. إحنا كنا بالإلالي بيلعب في كاس العالم الأندية في اليابان. ألاقي ناس جاية من أستراليا. على اليابان. أهلويا. وهو بيلعب في المغرب في أغادير في كاس العالم الأندية برضو في 2013. جايين من كل حد. فرحة. يا أصدقاء في فرنسا بتوصل معي. بص. 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 كابتن بعت لسامير عدلي. كابتن سامير عدل أهو. أهو. جاي بيسلم عليه. وبيدي له التذكارة. الراجل طلبها من كابتن خطيب. أهو. هذه التذكارة في المهند السامير. بص طبعا المهند السامير. هياخد رقم بصبوره. ومكان إقامته. طبيعي. ناد الآلي ما تحركش عشواء يا صدقاء. يعني. ده يا جماعة. عشان كده بقولكو. انه كل المصريين اللي بيتواجدوا في المغرب. وعايزين يحضروا المباراة. بتذاكر من خلال الناد الآلي. يروحوا زي ما قلتلكو. إلى منطقة وزيس. مقر الرجاء. فيها مركز تدريب لناد الرجاء البيضاوي. لاستلام التذكارة. بموجب البصبور المصري. علشان كده أعتقد كان المهندس خالد مرتاجي عنده حق مبارح. لما راح عينه الملعب. طبعا. وشافوا مكان الجماهية. وشافوا مكان الجماهية. انتحطت الجماهية المصرية في مكان بعيد عن البعثة المصرية. سواء البعثة الرسمية. أو المقاعد الجهاز. من السزاجة. ان احنا نفكر ان كل الموضوع من أوله لآخره. مش مخطط ومش مدبر. ده كل حاجة معمول حسابها حتى مكان الجماهية. كل حاجة مخططة ومدبرة. وانسحاب السنغال. هل تذكر الرجل بعد ما استلامها؟